أنا قلت بس نخش يعني نهدي كده وكده نبتدي بقى ابتديت في النادي الاهلي من وانت صغير تمام المشوار ازاي؟ بدأت كان أخويه كان بيلاع في النادي الاهلي وبعد كده عندي كم أخ أصلي؟ أنا عندي أخ وأخت آآ بس فعنما كان بيلاع في النادي الاهلي فبدات بقى ورحت لنادي الاهلي وانا عندي بالزبط 9 سنين آآ ما ما خدونيش هو أخوك اللي جاي معاك؟ لا لا ده صحبي يا شخص آآ فعنما رحت لنادي الاهلي عن 9 سنين ما خدونيش آآ فمهم راح أنا بقى قلت مش عزارة أستنكور أنا بقى كنتش بحبها يعني كنت بحب يعني كنت بحب يعني أفغون حتى مما اللعب بيدعبوا في الشارع يعني كان فبعد كده بعد كده بعد كده وانا عند عاشر بعد كده والدي بقى بروح مع أخويا كل التمرينات بتعلم التمرينات اللي بأخويا بعملها ويجي ويجي يعلم هنا عندنا آآ وكنت بازها جدا وكنش بحب يعني كنت وعد أهرب مسلا منه وقول له مش عارف قاد مع صحابي كده وروحت أنا عند عاشر سنين اختبرت اختبار واحد كافتن بادي راجب أول لما اختبرت خدنا أنا والدي وراح مضاني على طول بعد الاختبار ده بعدها بأسبوع اللي قلت الباسبور عشان سفر معنا النمسا روحت النمسا بقى مع الفريب بتاع الاهلي بقى أنا قلت لسه في كذا اختبارات فروحت مع الفريب بقى الاهلي بقى كنا عاشر لعيبة راحين للنمسا بطولة ودية مجمع كسبناها جبت لعبت خمس مطشات جبت 11 هدف ولا 12 هدف خدت عدف البطولة أنا صغير كمعات رزيجية كان نفسي سني ترزيجية فانت ساعتها بقى تعرفت على اللعيبة بقى وكده قعدت الحاد 14 سنة فى الاهلي؟ فى الاهلي واخوك بطل؟ اخوي اه اخوي بطل كورة اه يعنى اخوك اللي كان اللعيبة اللي اختاروه وبطل وانت المشوق اخوي انسى نحرف مني اخوي احرف مني فكملت أنا بقى ارزاء برضو أرزاء كلها أرزاء بصراحة فربنا كرمني ان انا كمل برضو يعني والدة يعب جدا طبعا معينا اخوي يعني كان عايزة تشوف حد لي لعب كورة فربنا كرمنا انا وبعد لما وضالة عظيمة كتن يعني الكلام ده بجد حصل مشيت من من الاهلي كابتن بادر اجاب مشي الاول بعد كده قالوا ستن بتاعنا مفوش منتخب ناشئين بعد كده راح مشوني يعني لعبوا كده تقسيمة بين الموليد ده 94 و 93 ويدم احسن عناصر كانوا مفروض تلات مرات انا روحت مرة ولا مرتين بين وما كمرتش تلتة روحت على ايمبي على طول فوالدي ساعتها بقى كان زعلان قعد مثلا اسبوع زعلان جدا فالطور انا ان شاء الله هروح ايمبي بإذن الله وانا هخلي الاهلي يشتريني واضل عزيم كان عندي يعني ثقة غير طبيعية فروحت ايمبي بقى بصراحة يعني الدينة يعني الدينة تحولت معايا بصراحة روحت ايمبي طبعا بقى كابتن سايد ياسين وكابتن ايمام محمدين يعني ساعدوني كتير ولعبت في ايمبي يمكن سنة ونص في الناشئين وتلعت فريق اولا عن 16 سنة ماشهول الله بدأت بقى من هنا بقى مين اللي سمات كهرباء كابتن بدل اجب ليه وانا احنا في الناشئين مع النادي مكنتش بحيب اغسر فتحس انا محمد كهرب عايز اعمل كل حاجة في ثانية فهو من ساعتها بقى قال انت كهرباء كده متكهرب ليه على طول كده عادك تيده شوية فمكنتش بعرف ومن ساعتها الاسم طار خلاص بقى اسم كهرباء على طوله بس سمعني جامد مين ابرز لعب كان معاك وانتو صغيرين هو كان ترزيجي كان دايما منافسة بينه وبينه اصلا هو كان مهاجم وانا بنلعب ستة دي ستة الاول بعد كده سبعة اكده على دوشارات فهو كان بلعب مهاجم وانا ببقى واخد الجنب اليمين كله اعم يعني من ستة دي ستة فكان فيه بنلعب بطولتين بطولة الصد وبطولة الكاهرة كنا بنخدها ودايما من اثنين في سنة وهو وقد اخد احسن العيب وانا اخد الهدافة وقعدنا كيه تلس سنين والله بس الرجب هو صاحب فضل عليك كبير في M.P. في الأهلي. في الأهلي. ومالميلي مشيك من الأهلي. بس كابتن يمكن مشاني من الأهلي يعني يمكن بدون ذكر اسم يعني بصراحة يعني. بس ما فاش حاجة على فكرة ده كتير ده يعني لعيبك كبار جدا. هو كان جيم مدير فني أجنبي. أه. يعني كان مدير فني مسك الكتاع النشئين. فهو ده اللي كان موجوده كان معي يعني اتنين مصريين ف... مين لاتنين مصريين؟ هو كان فيه كان تنقمين العرابي كان معي. ومش فاكر كان مين معي من المسك تلات وتسعين يعني. أه. وهما اللي كان ليهم قرار ان انت... وهم اللي كان ليهم قرار ألي ان هو ما خاتر يتلعي بس. كابتن بدر ما تدخلش في الحتة دي؟ لا هو ميشي قبل هي راح المرات. أه. ومن ساعتها هناك ما رجعش. رجعش غليب المرات أحسن. قاعد هناك. بتحسس ساعات ان انت وتريزيجيك وتلمفروض تبقوا في مكان تاني تريزيجي دلوقتي في الدورة الإنجليزي. محسيتش ان انت ده كان مكانك طبيعي. طبعا كابتن يعني تريزيجيه بالنسبة لي يعني أخويا وصاحبي يعني عشان عمري يمكن. يعني يمكنكم نتكلم يعني على طول أنا وهو. يمكن قبل ما يروح أستنوفيلا. يمكنني نفسي طبعا يعني ان انا كنت اكون في الدورة الإنجليزية بس يعني طبعا الوقت في النادي الأهلي. فمن نسبة لحاجة كبيرة يعني نادي الأهلي يعني ما يقلش حاجة على المصراحة يعني. يعني اي نادي في الدورة الإنجليزي. وكاكيا لسه عن ستة وعشرين سنة يعني ربنا كبير يعني. حاجات دي بتحصل في اللحظة يعني. دايما الحاجة بالنسه بتقول اريديني ارزاق من الكرة ارزاق يعني عمتم. فممكن في يوم وليلة يجي لحاجة مثلا من نادي كبير في الدورة الإنجليزية. يجي لحاجة نادي كبير في أي دورة. فربنا الكريم يعني ان شاء الله يعني بإذن الله. مين صاحب الفضل عليك في امبي؟ كابتن ايمان محمدين وكابتن سعد يسين. وفي أول مرة لعبت فرستين مع مين؟ مدلنوف. هو اللي اداك الفرصة. هو اللي اداك الفرصة بصراحة يعني كان مسك امبي. كان معي يعني رعيبة كتير وبصراحة سعادتني يعني. كان طبعا من ضمنهم طبعا كتيرولي السليمان وكابتن عمري فايم وكابتن عبدالزار السقه. لا من يقوله كابتن ايمان معني كويس. اه بصراحة. هو خدني من قدام النادي أصلا. اه. خدني في اليوم ده من قدام النادي يعني عارف ان انا كنت ماشي يعني. اه. فخدنا انا والدي على طول يعني. لسه بتدين بالفضل لي؟ اه طبعا. على طول متواصل معاه؟ على طول متواصل معاه وكابتن سيد طبعا. اه. يعني الحمد لله انا والدي والدتي يعني ربيني على الوصول يعني عمري ما انسى عمري ما انسيت حد وانا صغير يعني فيه ناس كتير ساعدتني عمري ما انسيتهم لحد النهار ده بصراحة. رحت اه منتخبات ناشئين من امبي؟ اه طبعا. انا كنت على طول في منتخبات. من انت صغير؟ من ان انا صغير يمكن اه. شرح لي بقى كده المرحلة؟ يمكن منتخب الناشئين مع كابتن محمد عمر وكابتن تامري عبد الحميد طبعا يعني اللي هم فضلة كبيرة علي. منتخب الناشئين انا عادي كابتن تسعة شهور ما اروحش. اه. وانا كنت هداف الدوري. انا هداف الدوري وكنت ماشي كواس جدا مع امبي. وكنت كايب بتاع خمسة وعشرين جون. في خمسة شهر ما ماتش ولا حاجة. اه. فكابتن محمد عمر كان سايبني عمال يدت علي يدت علي. اه يسايبني الآخر اللحظات قبل ما يروحوا يعني قبل ما نعمل التصفيات ويرروح بطولة افريقيا. اه. الناشئين. فااااااا فدي علمتنا حاجة كتير بصراحة عني. اه. يعني فكملت 16 سنة وروحت لمنتخب الناشئين. فبعا كده طبعا اه. وانا لعبت مع منتخب الشباب اصغر من ا اكبر مني بسنة. اه. مع كابترابايا اسين. اه. فاخدني بقى كابترابايا اسين. وخدك تركيا.